أجرى الرئيس عبد الفتاح أسيسي حوارا صحفيا مع صحيفة أصحي إحدى أكبر الصحف اليابانية ذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كوشيدا لمصر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الحوار الصحفي تطرق إلى العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية وخلال الحوار الصحفي أكد الرئيس سيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مشيدا بقوة العلاقات ما بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية كما نوه الرئيس السيسي إلى التنصيق الجاري بين البلدين لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الراهنة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل ترجمة نانسي قنقر